هذا البرنامج برعاية زين جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية أنا الطيب عبد الماجد هذه أبرز العناوين في هذه الجولة انخفاض عقود النفط والغاز في الخليج ب53% في النصف الأول من هذا العام فرنسا تؤكد أن صرامتها مع تهران لن تضر شركاتها بعد رفع العقوبات رولز رويز تفوز بعقد صيانة من الخطوط الجوية السعودية قيمته 1.3 مليار دولار بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تمت منذ 9 أشهر في السعودية 301.2 مليار ريال بانخفاض قدره 16% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وتتوزع الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية نحو 200.3 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 101 مليار ريال مسجلة انخفاضا قدره 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 53% من 21 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014 إلى 9.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري وهو أدنى مستوى لهذه المشاريع منذ العام 2012 ومن المرجح أن تقل العقود التي ستتم ترسيتها في 2015 بكثير عن 35.7 مليار دولار في العام 2014 بكامله وساهمت الكويت بحصة الأسد بحصة بلغت 5.4 مليار دولار بقيمة بلغت نصف قيمة عقود النفط والغاز التي أرسيت في دول التعاون خلال تلك الفترة معي هنا في الستوديو المحرر في جريدة ميدزا سيد كولون فورمان للحديث أكثر عن هذا الموضوع سيد كولون مساء الخير شكرا لوجودك معنا هل تراجع أسعار النفط كان هو سبب الرئيس في تراجع هذه العقود أم ثمت أسباب أخرى في تقديره أعتقد أن هناك عدة أسباب طبعا السبب الأساسي هو التراجع في أسعار النفط هذا هو السبب الأول أما الأسباب الأخرى المهمة التي يجب أن نتذكرها وأن 2014 كان عاما جيدا العقود بلغت 35 مليارا مقارنة مع 21 مليارا في 2013 إذن 2014 كان عاما مميزا وبالتالي مهما حصل في 2015 حتى لو كانت سعار النفط جيدة فأن التراجع سوف يكون واضحا إذن هناك سببان أساسيان نراهما حاليا لذلك طبعا هناك عدم قدرة على اتخاذ قرار من قبل الشركات هذا الأمر مرتبط بانخفاض أسعار النفط وإلا سيما أن استراتيجيات شركات قد تغيرت وبالتالي نرى فترة من التغير حاليا والناس يحاولون التأقلم مع هذا المستوى الجديد الطبيعي الذي بات الناس يعتادون عليه في أسعار النفط دعنا نتحدث عن تأثيرات أسعار النفط على أسعار الإنشاءات نفسها ونحن نتحدث اليوم في الإنشاءات التي لها علاقة بالنفط مصافي ومصبات خرسانية خاصة بالنفط إلى ما ذلك كل ما له علاقة بالنفط لماذا لا تستغل الشركات هذه الفرصة؟ ألم تتراجع أسعار الإنشاء أيضا؟ المشكلة الكبيرة هي أن أسعار النفط والغاز عندما تتراجع فأن عائدك على الإسمار ينقص وإراداتك تنقص وهذا أمر عليك تعيد حساباتك وتعيد النظر إلى مصادر دخلك إذن الناس الذين يدفعون لإنشاء هذه المنشآت يتعين عليهم التأقلم مع إرادات جديدة متوقعة أقل وفي الوقت ذاته وبسبب أن الإرادات ليست بالطموح السابق فهم يريدون تكاليف إنشاء أقل وبالتالي حاولوا البحث عن تكاليف إنشاء أقل أما المقاولين فقد قالوا في السنوات الخمس ماضية أعطيناكم أفضل أسعار والسوق كانت تنافسية جدا وبالتالي ليس لدينا مجال لمنح حسوم إضافية وبالتالي السوق حاليا في حالة عدم التوازن فالناس الذين لا يستطيعون الإنشاء بأسعار أقل ومن يريدون إنشاء هذه المنشآت يقولون بأن الإرادات أقل ومغير قادرين على دفع مبالغ إضافية إذن نحن في حالة جمود لأن العواد على الإستثمار قد تغيرت وتكاليف الإنشاء لم تتغير في الوقت ذاته وبالتالي نحن في فترة تجد السوق فيها أو تجد نفسها عالقة وبالتالي أحد ما يجب أن يتناذل في هذه الحالة وأنا أرى أن هذا الأمر سيشكل مشكلة في المستقبل أما إذا كنا نريد أن نكون إيجابيين فإن المشاريع المستقبلية أيضا سوف تتغير فالخطة التجارية التي وضعت أواصل العام الماضي عندما كان سعر النفق فوق مئة دولار للبرميل سوف تختلف عن الخطة التجارية التي توضع اليوم وفي الوقت ذاته فإن متطلبات مختلف شركات قد تغيرت تغيرا كبيرا فعوضا عن التركيز على المنتجات المكررة حاليا التركيز على المحافظة على الإنتاج فكل الشركات تضخ أكبر قدر ممكن وهذا الأمر يستدعي استثمارات مستقبلية للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية إذن هناك تغير كبير في طريقة إنفاق النفقات الرئيس المالية في الماضي في الحاضر وفي المستقبل إذن سيد كولون ما هو حال هذه الشركات هل هي في حالة ضبابية غير واضحة الرؤية حالة عدم اتخاذ قرار صف لي حالة الشركات في مثل هذه الأوضاع هذا العام كان عاما ملفتا وأي شخص يعمل في قطاع النفط أو الغاز سيقول الشيء ذاته فهناك درجات تفاوت من الحزمة السعادة في هذا القطاع ولكن ما حصل هو أن أسعار النفط تراجعت إلى حدود 40 دولارا في يناير كانون الثاني وهذا الأمر خلق حالة كبيرة من الغموض وكان هناك حالة من الضعر نوعا لكن بعد ذلك رأينا انتعاشا قويا في الأسعار فبرينت وصل إلى 65 دولارا بعد ذلك وفي اجتماع أوبك في بداية حزيران يونيو هذا الأمر أراحى الناس على جانبي الأطلسي فالناس في الخليش شعروا بأن 65 دولارا ليس عظيما مثل 100 دولار لكنهم قادرون على التأقل معه وأوبيك قررت عدم تغيير الحصص في ذلك الوقت أما على جانب الآخر من الأطلسي الذي لا نغطيه كثيرا فإن منتجي النفط الصخري شعروا بأنهم يمكنهم أن يعملوا بكفاءة أكبر وما حصل من ذلك هو أن الأسعار تراجعت دون 60 دولارا مجددا وبالتالي لدينا حالة من عدم اليقين تظهر مجددا وحالة التقلبات لا سيما أيضا الصفقة مع إيران هناك حديث عن مليون برميل نفط إضافي من إيران تضخف الأسواق كل هذا الأمر فقم حالة الغموض وبالتالي حالة 2015 هي حالة من عدم اليقين والغموض وهذا يعني جمود في القرارات لذلك رأينا تباطؤا في ترسية العقود والعطاءات كما أن الناس يعتقدون بأن أرقام النصف الأول من 2015 ليست سلبية بالكامل وهناك أمر آخر مهم يجب أن نتذكره بعقود النفط الغازية أنها عقود ضخمة بمليارات الدولارات وبالتالي يمكن ومن خلال عقدين مثلا أن تتغير أرقام شكل دراماتيكي فما نرى في الكويت هو أن الكويت كان عامها أو بداية العام جيدة والمجلس الأعلى لنفط إذا منح صفقة جديدة بحلول نهاية العام طبعا هذا الأمر يتوقف على ما سيحصل لكن هذا الأمر سيضيف 13 مليار إضافية من العقود بحلول نهاية العام وبالتالي الرقم الإجمالي سوف يكون أكثر من 20 مليارا وفجأة نجد أن هذا العام سيكون من بين الأفضل بين الأعوام باستثناء 2014 إذن الأمر يمكن أن يتغير بسرعة بمجرد إصدار عقد شديد نعم جيد سؤال أخير بإيجاز لو تكرمت هل بكل هذا الفهم الذي طرحناه نعتبر أن هذه المسألة رهينة بأسعار النفط أتحدث عن مستقبل الإنشاءات في هذا القطاع كيف ترى؟ أعتقد أن إذا ارتفعت الأسعار فأن تكاليف الإنشاء يمكن أن تظل عند المستوى الحالي وإذا بقينا في فترة ظلت فيها الأسعار متدنية عند المستوى الحالي أو حتى أدنى فأن عقود الإنشاءات يجب عليها أن تخفض الأسعار وإلا فأن موضوع العاد على الاستثمار لن يرتفع والمشاريع لن تنفذ سيد كولون فورمان المحرر في جريدة ميدس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك قال وزير الخارجي الفرنسي إن النهج المتشدد الذي تتبنى بلاده مع طهران في المفاوضات النووية لن يضر شركاتها عندما تعود لطهران بعد رفع العقوبات وقال دبلوماسيون فرنسي إنه من المقرر أن يقوم دبلوماسيون بإطلاع نحو خمسين من كبار المزئولين التنفيذيين ببعض الشركات الفرنسية الكبرى على اتفاق إيران النووي وسيرسل اتحاد الشركات الفرنسية وفدا مكونا من نحو ثمانين شركة إلى طهران نهاية سبتمبر أيلول المقبلة لازم نتابع جلسة الأعمال من سي أم بسي عربية فيها بعض الفاصل مصر تعيد النظر في أسعار الكهرباء لقطاع غزة أهلا بكم من جديد قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الكهرباء الموردة لقطاع غزة بحيث تتواكب مع زيادة الأسعار المحلية في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان وذلك في إطار خطة للتخلص من دعم الكهرباء خلال خمس سنوات وتحصل فلسطين من مصر حاليا على 25 ميجاوات بسعر 45 قرش للكلوات في ساعة ورفعت مصر التي تبيع الكهرباء بأقل من نحو نصف ساعة لتكلفة الإنتاج أسعار الكهرباء للمواطنين العام الماضي إلى نحو 51 قرش للكلوات في الساعة من 23 قرش في السنة المالية 2013-2014 معنا مباشرة من القاهرة لأستاذ دكتور جمال القليوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية دكتور مصر الخير شكرا لوجودك معنا مثل هذا التوجه والقرار الجديد الذي من المتوقع يصدر في حق الكهرباء ودعمها لقطاع غزة هل أبعاده اقتصادية أم سياسية دعني أطرح لك أن هذا القرار هو خارج يد الحكومة وخاصة أن تعلم جيدا أن هناك تصميم لدى الدولة المصرية على أنه لابد من تخفيف مدى مستوى العجز لدى الموازنة العامة والذي يمثل جسء كبير جدا من دعم الطاقة لديه وخاصة شريحة الكهرباء شريحة الكهرباء لدى الدولة المصرية يصل دعمها إلى أكثر من 31 مليار دولار جنيه مصري وهذا في الموازنة العامة 2015-2016 مما أعطى زيادة عما هو ما كان قبل في موازنة 2014-2015 ومعادل يصل إلى 2.5 مليار جنيه مصري أي زيادة مما كان متوقع في خلال السنة الماضية وبالتالي هناك اتزام من الدولة المصرية بأنه لابد من تحريك حركة مستوى الدعم وأطروحة الدعم على المحروقات وخاصة سلعة الكهرباء لتحريك أسعار الكهرباء والتي بدأت في 2014-2015 بزيادة الأسعار إلى 37% هذه 37% أدت إلى زيادة معدلات استهلاك المواطن أو تكلفة المواطن واستهلاكاته مما تؤدي إيجابا على التحكم في مدى استهلاك المواطنين في الفترة القادمة دعني أيضا أطرح لك أن هذا القرار ليس في يد الحكومة المصرية بالدرجة الأولى فأن ما تم تطبيقه على المواطن المصري داخل الأراضي المصرية لا يمكن إهداره أو تركه لما هو يطبق عليه من خلال اتفاقيات التعاون بيننا وبين الدول الشقيقة المجاورة لنا أنت تعلم جيدا أن الدولة المصرية أخذت على عطقة دعم الدولة الفلسطينية من الأدل حتى الآن وهذا الدعم يصل إلى كثير من المحروقات كثير من المواد والسلعة التموينية كثير أيضا من الدعم لشبكة الربط الثماني أو الربط الخماسي الذي بدأ بكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وليبيا ثم انضمت إليه فلسطين وهذا كان بداية لبروتوكول التعاون بين مصر وفلسطين 2009 وبدأ تطبيقه 2012 وكما أشرت في التقرير أنه تم دعم فلسطين بأكثر من 25 ميجاوات في خلال الفترة السابقة نعم دكتور جمال مصر تعاني مشكلة في الطاقة في الكهرباء على وجه الخصوص كيف تقوم بتصديرها وهي لا تستطيع الإفاء بالتزاماتها الداخلية أم أن المعادلة اقتصادية في تقديرك دعني أطرح لك مصر تستهلك من الكهرباء متوسط يومي بمعادلة يصل إلى 25 إلى 26 ألف ميجاوات وهذا في فصل الصيف ابتداء من شهر مايو ويونيو ويوليو ثم نصف أغسطس ثم يزداد أيضا في الشهور الأكثر شتاء في كل من يناير فبراير وبداية الأسبوع الأول من مارس هذه أعلى مستوى ذروة الاستلاك فيما كان قبل كان لدى الدولة المصرية فائد من القدرة الكهربائية مما أدى إلى أن هناك نوع من الدعم للتبادل وبيع الكهرباء عبر شبكة الربط العربي والتي كانت من المتوقع أن تضم ثماني دول هذه الدول تشمل كونلا من مصر والأردن وفلسطين وليبيا وسوريا ولبنان وتركيا تنتهي به ولكن شبكة الربط العربي حتى الآن هي لا تخرج عن إطار الخمس دول في كل من مصر والأردن وسوريا وليبيا ثم فلسطين أجد أن الدولة المصرية في هذا التوقيت كان قبل 2008-2009 كان ليس لدى الدولة المصرية عجز في القدرة الكهربائية لديها ولكن تبقى لمنظومة الاستلاك التي أصبحت غير متوقعة نتيجة الزيادة السكانية نتيجة الانتشار الرقع السكانية نتيجة أيضا الالتزامات وزيادة عدد المكيفات لدى الدولة المصرية لتغيير الطقس وخاصة زيادة درجات الحرارة في الصيف ما أدى إلى زيادة هذا الاستلاك الغير متوقع فمن المتوقع أن الدولة المصرية يكون استلاكة في أعلى ذروة لمستوى شهور الصيف حتى 2009-2010 كان لا يزيد عن حوالي 17-18 ألف ميجاوات ولكن ما حدث بعد ثورة 25 يناير هناك كثير من السرقات هناك كثير من عدم دفع فواتير الكهرباء مما تراه الحكومة الحالية في نوع من عودة مرة أخرى للالتزام الشارع وعودة مرة أخرى إلى إحكام السيطرة على منظومة الكهرباء ولكن هذه المرة بنوع من التقنية والدعم ونوع أيضا من نوع من التوجيه إلى أن تتم رفع أسعار الكهرباء تدريجيا في خلال خمس سنوات بمعادلات تصل إلى 20% كل سنة من هذه السنوات الخامس إلى أن تصل إلى التعريفة الرئيسية أو الأصلية لاستخدام أو لإنتاج الكيلو وات ساعة والذي يصل الآن إنتاجه إلى حوالي 125 قرش في مقابل أن الدولة تبيعه للمواطنين ما بين 14 قرش حتى 68 قرش إلى المستويات عالية الاستهلاك فقد تم تطبيق مستوى الشرائح لدى الدولة المصرية من شريحة واحد مدون الخمسين كيلو وات ساعة ثم شريحة اثنين من خمسون إلى مائة كيلو وات ساعة ثم شريحة ثالثة من مائة إلى مائتين كيلو وات ساعة ثم الرابعة إلى ثلاثمائة وخمسين كيلو وات ساعة ثم إلى ستمائة وخمسين ثم ما أكثر من ستمائة ومائة وخمسين كيلو وات ساعة ثم إلى ألف كيلو وات ساعة فما دون ذلك يبقى قريب إلى السعر لدعم الخارج من دعم الطاقة الذي يصل لحوالي 8-87 قرش للكيلو وات ساعة نعم إذن دعنا نعود أيضا لموضوع الكهرباء وغزة وربعة هل تتوقع أيامور هذا القرار بشكل سلس خاصة في ضد ظروف غزة الاقتصادية وعدم مقدرتها على الإفاء ربما بهذه الالتزامات الجديدة وهل لديهم حق الاعتراض على هكذا قرار أنت تعلم جيدا أن يتم تغذية غزة في كل مناطقها من خلال ثلاث مصادر رئيسية 60% من خلال الشبكة الاحتلال الإسرائيلية 25% من شبكة الربط المصري إلى فلسطين ثم ما بين 17% إلى 25% من خلال المحطة الوحيدة لدى غزة وهي لا يصل إنتاجها إلى ما دون أكثر من 10 ميجاوات ثم تستورد من مصر 25 ميجاوات ثم تستورد الباقي من خلال شبكة الاحتلال الإسرائيلي تعريفة الكهرباء لدى شبكة الاحتلال الإسرائيلي تمثل 4 إلى 5 أضعاف ما تشتريه من مصر أما الزيادة الطفيفة التي هي تتمشى مع مستوى الشارع المصري فهي لا تمثل أكثر من 7 إلى 10% مما تدفعه للكيلو وات ساعة المتاح الآن النقطة المهمة جدا هناك أيضا ليس دعم فقط بمنظومة الكهرباء لغزة ولكن هناك أيضا دعم من الدولة المصرية لكل نظام المحروقات التي تحتاجه كل من غزة في هذا التوقيت وخاصة من سلعة السولار والبنزين وأيضا سلعة البتجاز يمكن كان في الفترة الماضية هناك كثير من تدمير لهذه الأنفاق التي تجلب إلى مصر كثير من الإرهاب الموجه من هذه الدفة ولكن دعوني أقول أن الدولة المصرية حتى الآن من أول مؤسستها الرئاسية وحتى الحكومة هي تعتبر مسؤولة تماما مسؤولية عن كل ما يحتاجه المواطن الفلسطيني العربي الذي يحتاج دعم في هذا التوقيت مما يعنيه من احتلال مقحف يدمر البنية التحتية ويقتل اليابس حوله وبالتالي أجد أن هذه الزيادة الطفيفة هي ليست بزيادة عالية جدا قد لا تمثل شيء من كاهل المواطن الفلسطيني أنا حقيقة أن أشكرك الأستاذ الدكتور جمال القليوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة قامت بتأسيس 773 شركة جديدة خلال شهر رمضان هذا العام بمعدل تأسيس يومي بلغ 39 شركة وبرأس مال مصدر لهذه الشركات قارب المليار و 675 مليون جنيه مصر تقريبا مشيرا إلى أنه من المقدر لها أن تتيح 4686 فرصة عمل وذلك مقابل 611 شركة تأسست خلال رمضان العام الماضي كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال ومنها تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المزئولية المحدودة معي عبر الهاتف الأستاذ حمد الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي أستاذ حمد مساء الخير شكرا لوجودك ما هو سبب هذه الزيادة المضطرضة في أعداد الشركات هذا العام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص وهل الرقم دقيق في تقديرك؟ بداية لابد من أن نفرق بين تأسيف الشركات أو إصدار الترخيص وبين بدء عمل الشركات كل ما تلم أن هناك مناخ استثمار جاذب هناك قناة السوريس هناك مستقبل مشرق للإستثمار في مصر وبالتالي هناك الكثير من رجال الأعمال السواء الداخل أو الخارج يرغبون للتأسيس الشركات لكن السؤال الأهم هل هذه الشركات بدأت بالعمل بفعل؟ أعتقد الإجابة لا هل هذه الشركات بدأت تدخل رأس مال في أموال في السوق المصري؟ بالتأكيد الإجابة لا كل ما حصل وكل ما تم هو الرغبة في تأسيس الشركات لأن مستقبل مصر استثماري وعد أعتقد أن هذه الزيادة سببها هو المناخ المطنعين سببها أن الجيش المصري تقريبا انتهى من الرهاب في سيناء سببها أن هناك مشروعات كبرى فيما تعلق بمحور سيناء قناة في السويس أو مسلس إزاري أو مدينة العالمين الجديدة أعتقد بالإضافة إلى ذلك هناك قانون استثمار الجديد لكن المهم ينجد لي أن هذه الشركات هي مدلة حبر على وراء أعتقد أن هذه الشركات يوم أنتظم العمل في السوق المصري وإضافة 6.000 و4.000 فرص عمل عندها نقول أن الاستثمار في مصر هو استثمار جيد وأن الاستثمار بدأ يمتل استثماره ولكن كل ما تم هو رغبة لجاني الأعمال في تأسيس الشركات فهذا هو ما حدث وليس استثمارات حققية حتى الآن أنا أشكرك رئيس القسم الأقتصادي بالأهرام العربي الأستاذ حمد الجمل حول هذا التوضيح لطبيعة وجدوى هذه الشركات شكرا جزيلا لك أعلن شركة الطيران سبرينغ أيرلاينز الصينية أنها أوسط على 21 طائرة أيرباس من طراز A320 بقيمة 2 مليار و40 مليون دولار وبدأت الشركة وهي ذات مسؤولية محدودة وبدأت بالتوخي للأسعار المنخفضة ومقر الشركة في شانجهاي وقد بدأت العمل قبل عشر سنوات بالتحديد وهي تستفيد من القفز التي حققها قطاع النقل الجوي في الصين مع مواجهتها لمنافسات حادة من قبل شركات طيران عامة لا ذالت تهيمن على المشهد أعلن شركة رولز رويس أنه تم اختيارها من قبل الخطوط الجوية السعودية لتقديم خدمات صيانة طويلة المدى لمحركة طائرات أيرباس A320 بقيمة مليار و300 مليون دولار وأوضحت رولز رويس أنه بموجب الاتفاق ستحصل الخطوط السعودية على عقد الصيانة الشامل لمحركات رولز رويس ترينت 700 لعشرين طائرة أيرباس A330 وثلاثين دائما للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقع cnbc عربية cmc arabia.com وصفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وإنستجرام أشكروا حسن متابعتكم تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر